اهلا وسهلا بحضراتكم بنكمل مع بعض دروس تعليم برنامج زوم اه احنا دلاتي هنتعلم ازاي نقدر ان احنا نعمل من خلال الموبايل فون بتاعنا. اه مرة تانية البلاتفورم اللي انا نشغل بها هي الاندرويد. طيب انا طبعا دلوقتي اه فتحت برنامج زوم. في اللي فوق هختار فبرضو بيسألني وهتيو قلنا خليها دايما اوف. هو المفروض ان هو يعمل لكل ميتنج انت هتعملها. تحسب طبعا الاحتياج بتاعك يا ايه بتشغلها يا بتفصلها. هقول له فبيبدأ الميتنج اه بتاعتي. بيعمل طبعا لسه اهو. كده هو بدأ الميتنج بتاعتي. طبعا ناحية الشمال اقدر اعمل ميوت واقدر اصطاب فيديو حسب الاحتياج. الشير بنفس الحاجات اللي خدناها في المحاضرة السابقة بتاعت الجوين ان انا جوين فوتو داكمنت ونهايتا بالسكين والشير وايت بورد. ادارة برضو بشوف مين الموجود عندي واقدر ان انا اعمل ادارة ليه. اه هنا في بتاع الانفايت لو حضرتك دلاتي عايز ان انت بقى تبعط للناس اللي هي هتحضر الايه الميتنج بتاعك. تقدر تعمل اه اه من خلال اللي نازل على اه بتاعك. طبعا في ها نفس الحاجات اللي فاتت وفيها بقى اللي هي تهمنا. فاكرين اللاك انه واقف الميتنج ما تخليش حد يخش تاني. الناس اللي هتدخل تبقى في الويتنج لغاية ما انت تقول لهم ادمات وافق ان هما يخشوا. بعد كده هل انت هتسمح بالشير سكرين ولا لأ? هتسمح بيه ولا لأ? والمين? ان هما يعملوا اه اعادة تسمية لنفسهم. طبعا الميتنج طوبيك انت ممكن تسمي الميتنج ده بخصوص ايه من فوق اهو? بتكتب الميتنج بتاعتك مخصوص ايه? اه اللي هو الصوت اللي قلنا عليه عند الدخول او الخروج. ان كل الناس اللي تدخل الصوت عندها يبقى مقفول بغاية ما يعني ييجي لدور عليهم انهم ما يتكلموا فبتفتح الصوت او هم بيفتحوا الصوت من عندهم. وبعد كده شونان فيديو اه او اف والشون اه دي طبعا الخاصة بالروم اه بتاعتك. دي كده اهم اللي انت محتاج ان انت اه تعرفها علشان من خلال بتاعك. انما الافضل لو انت بتعمل من خلال بتاعك اعتقد الغالبية العظمة من هنا بيبقى محتاج كنترول اكتر. اه اه متاحة اكتر من الموبايل فون بتاعه. اه بشكركم واخر المحاضرة المحاضرة اللي جاية ازاي نعمل اسكيدلينج لي اه اه روم او لميتينج عننا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة